اشتركوا في القناة اكثرية الايزيدين من سكانه في مخيمات النزوح صار تقريبا ثمانة سنوات دنعاني اكثرية الايزيدين خاصة في سنجار بعدهم نازحين كانوا يتأملون يعني يرجعون مناطقهم يتعمر المناطق سنجار مرة اخرى لكن هذه الصراعات والمجامع اللي نقول خارج عن سيطرة الدولة ادت الى ذلك منزوح مرة اخرى العائدين الى مناطقهم وهذا شيء يعني مخجل سنجار جرحنين والذي لم يندمل صراعات على ارضه وشعبه مشتة بارائه السياسية اما التدخلات الاقليمية فهي الاشد وطأة على استقرار الاوضاع هناك يضعف اليها ملف عناصر البككة والموالين لهذا التنظيم والذين يرفضون ترك القضاء وجباله اولا التداخل الكبير بين الاطراف السياسية سواء ان كانت المحلية او الخارجية تعق بشكل كبير جدا حلحلت ملف سنجار كذلك تواجد حزب العمال الكردستاني ايضا هذا عائق ثاني كذلك عدم وجود حوار مع الاطراف المجتمعية الازيدي اليوم الاطراف المجتمعية الازيدي خرجت في مجموعة من التظاهرات التي ممكن ان تطالب برأي جديد داخل المجتمع الازيدي وهو ابعاد كل الاطراف التي تعمل على منع عودة النازحين ثمان سنوات ولم ينتهي ملف سنجار اما اتفاقية بغداد واربيل ما تزال حبرا على ورقة يضاف اليها الحراك الشبابي الذي انطلق مؤخرا كلها خيوط متشابكة زادت من حجم العقدة التي تعرقل عودة الاستقرار وبالرغم من ان جميع القوى السياسية تنادي باستقرار سنجار وعودة نازحه اليه الى ان وجود الجماعات المسلحة في هذا القضاء يحول دون هذا الامر من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير